السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنظر اليوم الرسم بألوان الاكريليك هنشوف مع بعض هنا طريقة اعمل لوحة بصدام الوان الاكريليك طبعا زي احنا شايفين كده الالوان بيكون مكتوب عليها اكريليك بهذه الطريقة طعم في منها انبوب كبير زي كده وفي منها الحجم اللي هو الصغير زي هذا مثلا وفي اقل من كده طبعا بس ما منكم مكتوب علي اكريليك دي طبعا علبة موجودة معانا نبدأ نستخدمها وممكن نشوفها الادوات وهذه كمان الالوان ممكن تكون اصغر حجم اصغر شوية محتاج معانا مجموعة من الفرش سواء بعض العريضة لملء المساحة الكبيرة او الفرش المدورة زي هذه او طبعا في اشكال فرش كثيرة او فرش المروحية اللي هي نفس اللي انا شاهدنا دي كل فرشة طبعا بيكون لها تخصصو فينا الفرشة اللي هي الرفيعة هذه لتحديد الاشياء الدقيقة شوية وفرش الوسط او المتوسطة لزي كده عندنا كمان سكينة الرسم في منها احجام في منها اشكال كمان في حجم كبير زي نشوف نوش حجم صغير زي امامنا كده في بيكون مجموعة مع بعضها بيكون لها اشكال ساكين مختلفة وممكن نرسم على ورق مخصص زي هذا الورقة كده بيكون سميكة شوية وايضا ملمسها يعني يقبل ما تشربش الماء وفي اللوحات لديكم مشيئة العادية خالص اللي هي نفسها دقيقة موجودة في المكتبات جاهزة لو حابين تستخدموها ده بالنسبة للأدوات طبعا نصعد مع القلام الرصاص للرسم ابدأ هنا ارسم شكل بسيط اللي هو يكون مجرد مجموعات لونية متناغمة مع بعضها ونشوف طريقة الرسم وايضا طريقة التلوين طبعا هالمهم في الموضوع هنا التلوين بنرسم هنا رسمتنا بطريقة موسطة زي كده يعني لمنظر طبيعي ولا حاجة بس هو اه كل الفكرة ان هي مجموعة الوان هندخلها مع بعض مجوار بعضها تعطينا الشكل المناسب الجميل كده رسمنا الرسمة نبدأ نشوف مجموعات لونية هنا نضع اللون البرتقالي والبرتقال الفاتح طبعا كن نفتحه باستخدام البرتقال العادل كن نفتح باستخدام اللون الابيض وهنا الابيض ايضا استخدام معنا لتفتيح بعض الدرجات ان انا اخضر نبدأ نمزج الالوان هذه مع بعضها او نشوف الدرجة اللي احنا نحتاجها ونبدأ نضع اللون في الابضيات ونوزع الواننا من اصفر اخذ الابيض كده على الجنب وقلي من الاصفر بحيث اعمل اول بداية الابضيات اللي يكون فاتحة شوية طعم من الاساسيات يكون موجود معنا اللون الابيض ازعمل درجة بش فاتحة او اصفر فاتح شوية زي كده وابدأ اضعه على الارضية اللي احنا شايفينها هنا طبعا لازم يكون عندي خطة لونية لان انا ادول ادول على الشكل عادي بس يكون الرسم من تحت شافة اقدر اشوفها يعني عشان المجا كمل اعرح ارسمها طبعا يعني درجة اللون فاتح فبالتالي يظهر تحت اللون اللي هو الرسمة اللي موجودة في الاسفل انظر الارضيات هي فرشاة وسط على حسب حجم اللوحة على حسب حجم اللوحة الارضيات غالبا بناخدها بالفرشاة اللي هي الكبيرة شوية لكن هنا اللوحة عندي صغيرة مش محتاجة الفرشاة الكبيرة يبقى على حسب المساح الموجودة عندنا بابدأ استخدام الفرشاة المناسبة لهذه المساحة عندي هنا ابدأ اشوف المرتقالي اعمل بتقلي اغامك شوية واضيف على القليل من الاقدر عحنا نغمعه بهذا الشكل ممكن نعملو فوق درجة افتح شوية بس يوم الابيض يعني حسب الدرجة اللي احنا نحتاجها نبدأ نخلط الالوان طب الاسم الدوائر ممكن تسموها باستخدام البرجل او الاستخدام اي اه شيء دائري عندكم مش اطلع مزبوطة الى حد ما هنا ابدأ اعمل لون افتح شوية هنا ابدأ الون بالدرجة الافتح شوية هادي اعمل فرشة على حسب المساحة الموجودة عندنا يعني كلها مساحة تعتبر وسط بس اطلع فرشة عادية وسط شوية مش كمبيرة ولا صغيرة ناخد درجة اغمق شوية لالارضية اللي بعدها صغيرة لانتخص الاوام والبنوع من قضى حسب المساحة خلط الالوان من تضع مع بعض وشكل جيد طب الاطل الالوان لتنجم مع بعض وشكل جيد ما يبيع اكتش كمبير وفرشة و وسكينة الرسم المحصل على درجة لانها تحتاجها طعم في ورق رسمي يكون خاص بلوان الكريليك يعني اقدر استخدم عليه الوان الكريليك زي الورق هذا. هنستخدم ايضا هنا بقى في الدرجة اخضر الفاتح او اللون الزيتي الفاتح. بعد ما اجعل مع بعض عشان اطلع درجة لانها احتاجها. بعد نجعلها ما اصبطوا درجة لانها. اذا افتحها بقى اغمجها. اجهزة اللون هنا ابدأ اضعه على اللوحة كما نرى كما نرى بقى نفس الفرشة عادي حسب المساحات بعد ما انتهى من ترجوني الارضياط. ابدأ ارسم الشكل اللي هو في الاعلى. اللي اكون نظهر في الامام يعني. اللي شكل اوراق او غصن النباتة هذا. بس انا فيها لون اه غامج شوية. اه لون اه. فبقى خلط مجموعة الوان مع بعضها. درجة الزيق والبرتقال مع بعض. منها اخضر كمان. حسنا نعمل مزيج من الالوان اللي هو متنصب ايضا مع الان. مع الالوان اللي نضعطها. ممكن يسردن اسود بس الاسود مش. ما هيكون يعني اقل اللي هو اللون القيم. اللي احنا نحتاجه. احنا عزين اللون يكون متناغم. مع هذا الالوان يكون في نفس الوقت الغامج. عشان يظهر معايا. احنا نحن بحالب على الوان بشكل جيد. اللي تزغط معنا الآن الرسم على الحساب طبعا الخطوط احنا رسمنا في البداية. بعمل اذا حبيت ازود عليها بعد ان انتهي ايضا اعدل فيها شوية اذا حسيتنا ضعيفة او الشكل ضعيف شوية ازود علي ايضا اما النظر الوان فان يمكنك عاليف نوعا اضاف لأجاب صلى اعدل nessa مشكلة في اللون او ان اجيب مجموعة الوان لدرجات مختلفة مع بعضها و كده اعتبر انتهينا و ده الشكل النهائي للوحة الفنية بتاعتنا اتمنى ان اشتركوا في الفيديو لا تنسى ان تعملوا لايك وتعليق و اشتركوا القناة ما تفعيل جرس حتى يصلكم كل جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته